ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة أكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين ونقلهم للمستشفيات وأضاف البيان أن الحريقة أصفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية كما أصفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أثبت أن الحريقة ناشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالة الإصابة والوفاية ترجمة نانسي قنقر